موسيقى 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 الطيور بيانسي المنازموس نحميه الطيور إذا نحميه المناطق اللي تسدي فيها المناطق اللي تعسس فيها المناطق اللي ترتاح فيها وقت الهجرة متاحة زماعية هذه فيها برسا أطراف يتعاملوا معنا اللي هم سواء من الكليات ولا من الإدارات التونسية وهذا اللي يخلي معناها يخلينا نوصلوا إلى حماية عدة أنواع من الطيور وتنجدوا نحكيوا على أنواع الخمسة وعشرين النوع اللي قايم عليهم المؤتمر رضي البشيشير في جربا والتقييم بالنسبة لتونس نعطيك صحة نرجعوله نخطر حتى الملتقاء بكري ما عندي أرقام ما قلناها قبل لما خالزينا نذكر بيها اللي نعرفوا اللي واحد على ثمانية معنا نسبة أصناف العصافر المهدد بالانقرات في العالم معنا على كل ثمانية أصناف عصافر فما صنف مهدد بالانقرات فما بالتحديد ألف واربعة مئة وتسعة صنف متاع عصافر مهدد بالانقرات معناها رقم كبير برشو نعرف كما السباراك ولا الجمعية كما جمعيتكم معناها ناشطة وتحسس بالنسبة للجانب متاع الاهتمام بالتور بصفة عام وبالعصافر هنا كان دي تعطينا فكرة على ناشطة متاعكم كجمعية بالضبط الزماية تخدم على أربع نيفوات محاوري محاور المحمر رول هو كما قلنا الأنواع مخصص لدراسة متابعة الأنواع المحور الثاني هو المناطق اللي تعيس فيها الأنواع هذية المتابعة متاحها والدراسة متاحها وقامت الزماية متاعنا بتصنيف الستة وربعين منطقة في تونس اللي هما من المناطق الهامة للطيور في تونس يتسمى زي كوب الفرنسية وإي بي بالانجليزية يكملوا بعطا عقب علىك والمحور الثالث هو مربوط يعني بالإنسان معناها كيف سنسو إلى إلى حلول ما بين حماية الطيور ومعناها الخدمة اللي يخدم فيها الإنسان سواء للوجود للقوط متاعه سواء للسكنة متاعه سواء للوجود أي حاجة معناها تساعد للعيس متاعه وفما سعادة كونفلية اللي يلجم ألقاهم حلول كما قال سيانيس قبيليكا معناها يلجم ألقاهم حلول ما بين توازل الإنسان والطبيعة خطر الإنسان ما غير طبيعة ما نفسه نسلوس لو حتى سي والطبيعة ما غير إنسان ما لجم سكون واحدة نحن في بارتي توازن نحن في بارتي دلا ناتير والمحور الأخير هو الريزوتاز اللي هو مهم ياسر بالنسبة لي نحن في زمعيتنا خطر ما نسعيسين وحدنا في العالم هذا فمعادة أطراف النجمة نتعاملوا معها سواء تونسية سواء خارج من تونس سواء زمعياتية سواء معناها إدارية والريزوتاز هو اللي خلانا نظن هو نقطة من نقطة القوة متاع الزمعية متاعنا اللي عنا رزو قوي ونتعامل مع عادة أطراف في تونس وفي البحر الأبض المتوسط وفي العالم بشي فهم معتك صح هناك الجزء نحن القوص على المناطق زيكو هذية هي يقول لك فما تسعة في المائة من مساحة لرق وثنين في المائة من مساحة المحيطات مغطية بالمناطق زيكو هذي بالنجليزية هي مناطق مهمة للمحافظة على الطيور وتنوع بلوجي وهي مناطق عندها أهمية عالمية فما في العالم أكثر من ثلوتاش نلف وستمائة منطقة زيكو كما قال سي هشام منهم ستة واربعين في تونس القوص نسكروه نحكيها الغيزوتاج زيكو نحكيها الغيزوتاج زيكو نحكيها الغيزوتاج أحنا اذهب على الغيزوتاج نعشه الغيزوتاج المسال جاتا طوف حبيتنا حكيم على صناف المعنية في بلادنا المؤتمر يحكي على 25 نوع من الطيور البحرية والشاحلية اللي متوازدة في البحر الأبض المتوسط فيهم عدة انواع موجودة عنا في بلادنا فهم انواع أخرين مع الناس مع الناس في تونس مايتشاف في مصر ماوجود في تركيا ماوجود في بلدان أخرين مايبوشك في البحر الأبوض المتوسط يهم المؤتمر هذي المؤتمر الدراسات الكل اللي بسيق على تقديمها في المؤتمر هي دراسات جديدة تهم الأنواع هذي سواء نتهمها بطريقة مباشرة ولا بطريقة غير مباشرة على سبيل المثال نحكي لكم على البلاستيك اللي نجم يؤثر على الأنواع هذي الموجودة في البحر الأبوض المتوسط يؤثر على التعسيس متاحة يؤثر على الصغار متاحة حتى كان الصغار يكبر وينجم حتى يؤثر على الربروديكسيون متاحهم والتجاوز متاحهم من بعد ولهذا الدراسات هذي كل معناها بسيطين أكثر معطيات وأكثر أوريونتاسيون مش نفهم وكيف يسنتصرفوا في البحر الأبوض المتوسط البلدان الكل مش نحميه الأنواع هذي خليني ثمن العلاقة متاع جمعية تحبية طيور ولا وسباراك خاطر مش أول مرة نخدمه مع سباراك أو كهما شكرون كهما تشكرون بضرق تعال أنا مش نقول اللي معناه اللي موجود مش أول مرة نتعامله مع سباراك معناها بدينا نخدمه على الطيور مع سباراك من قديم الزمان خدمنا على نطاق السامبوزيوم هذي واللي قبله واللي قبله من وشي خدمنا كطرف مثل راجعوا الدراسة اللي تقدمت للبلدان اللي تهم الطيور في بالنسبة للبحر الأبوض المتوسط يعني علاقة متاعنا قديمة سويا ونصالها نتوصلوا إلى معناها المحافظة على الأنواع هذه المهد نحب نذكر اللي في تونس سنة بليتو في سبتمبر 2023 لأول مرة واقع معناها وضع القائمة الحمرة للطيور المهددة في تونس معنا حتى قائمة حمرة في تونس أول مرة سبتمبر 2023 معناها القائمة الحمرة للطيور المهددة في تونس واقع الوضع متاحها واقع تقييمها وتفرقت معناها للإدارات الكل والمشاشر فيها قرابة أربعين في المئة من الطيور خلال قائمة الحمرة يقع الدراسة متاحها على الطيور المعصص مسعى الطيور الكل اللي عاننا في تونس خطر احنا عاننا أكثر من أربعمائة سبعة نوع من الطيور اللي جينا في تونس كل واحدة وسطتي متاحها فما المعصص فما ليجي شد فما ليجي فما القار موجود عنا عام كامل من القائمة الحمرة التعمل كان بالنسبة للطيور المعصص وفي مئة وتسعين نوع من الطيور المعصص في تونس أربعين في المئة منهم مهدين بالانقراض فما عدد أصناف متاع تهديد بالانقراض معناها كمية كبيرة من الطيور اللي عاننا في تونس مهدين بالانقراض المؤتمر هذا يهم عدد طيور اللي هما مصنفين بالنسبة على المستوى بلادنا على مستوى تونس اللي هما مهدين بالانقراض منهم طائر اللي اسمه نورس أدوين اللي هو اخترناها احنا مع بعضنا كسعار اشنو الاسم العلمي بتاع لارس ودوينيس بالفرنسية واخترناها احنا كسعار للمؤتمر على خاطر طائر خاص سويا خاطر طائر ما يعسس كان في الززر ما يعسس عالكوت يعسس كان في الززر ومتوازد في الززر المتاع بحل أبض المتوسط معنا يهم البلدان لكل ومن النواع المهدد بالانقراض ونصال الله نوصلوا الى فما برسة دراسات تقدموا للسيمبوزيون اللي يهموا النوع هذين بتاع النورس ونصال الله نوصلوا الى معنا معرفة اكثر معطيات نجم ونحمي باي هذين اللي قاعدين تحس بالنسبة للينا قلنا خندكروا بالرقاب 407 نوع اللي يدخل تونس بالموجودين عملتم تما كجمعية باي تحس العباد ولا مع الجهات الدولية شنو قاعدين عاملوا تعملوا باي معناها الحيوانات هذية ولا الطيور هذية نحميوها والله نخدموا بلزير نيفو ديزار احنا كوصلنا في تونس خلصنا الليست روز معنا برمير بنسبة التونس معنا ما خرجت شي اه اه تخل يا اخ وزارة البيئة هيا هما لا هما كيزان جيغي لكل معنا هما اللي نسخوا معنا موضوع قد برشع بيت يراو حشيكو في الزبل في الوسيخ ولينا في في توس يسيبو في وزارة البيئة يراو اللي هالنظاف برشع يجري تابع البلدي ماش وزارة البيئة وزارة البيئة عند برشع مهم اخر بيئية وحتى تم انضاف وتم برشع اشياء كما للجانب هذي هذا هذا من الزانب لخدم وزارة البيئة وانا انثمن ويسر خاطر معنا مهم يسر بالنسبة اللي نحن في تونس بتكون عنا قايمة حمراء مثل عباد تعرف انا من الانواع المهد وانا من الانواع خاطر خاطر عنا النقص في المعلومة بالنسبة ل اهمية الانواع لمهد بالانقراض ويلز معناها الناس كل ركزوا للحماية متاحها تواب القايمة الحمراء ولا تواضح من بالنسبة لنحن في تونس انا هم الانواع لمهد وهم قرب 62 نوع من المعصين في تونس هذا هذه نقطة من النقط وعدة انواع المؤتمر هذا بتاع زرب انساء الله معناها تمسهم القايمة الحمر هذه ومش تحكيو على الحماية بايش لازم تسير بالضبط سنحكيو على الدراسات وفما فما بعض الدراسات جدا مقدمين معطيات على الحماية اللي بيستقع الدراسة متاحها مو كيف استعملوهم سواء معناها شوية في بعض البلدان ولا معناها بطريقة كاملة في البلدان معناها ننقد فيكم على دور هاتيكم الصحة اما تمشيو اكثر اللي ميجاء وسائل العلام مفتوحين كيميكسبرس فهم خطر رحنا حتى هنا ما نعرفوش هلارقام هذي ارقام مهمة برشا حتى خطر المواطن العادي بيش يعرف شنو ملن معنا مهدة فما هما نحكيوش حتى المواطن فما الناس مغرومة بالصيد ويخرج ويستادوا على الاقل لدوك نخدم عليهم اكثر كسيبل باش معناها يحميوا معانا هما خطر يخرج يستاد باش ما يستادوش كل السناف هذيك وتكون الحماية وتكون الفائدة للبيئة متاعنا والطبيعة متاعنا بسي فهم من الحق شكرا شكرا على الاقتراح خطر احنا ماذا بينا بين محلول المواطن المواطن ويعاوننا اكثر للحماية سواء عن الانواع سواء المناطق خطر كما قلت معناها فهم ربط كبير ما بين الانواع والمناطق اللي عايشين فيها والانسان قاعد يتوسع ويلزم معناها ان التوسع متاعنا يكون ما يتعدى على الانواع اللي احنا قيمناهم معناها انواع مهدة ويلزم نحافظ عليهم نشاط بالنسبة للجمعية متاعكم عنكم برشا مخارطين كيف يستقع بالنسبة للنخيرات في الجمعية متاعنا كجمعيات التونسية الكل معناها مفتوح ما فهم حتى معناها اي واحد يجي المقر متاع الجمعية اللي هو موجود في ريانا يخلص الاستراك متاع وحتى الاستراك معناها سيمبوليك عشر الاف في العام وهو يكون معناها يولي وفهم اعمال معناها يشاركوا فيها ليمونبر كل اللي هما خطر اللي مونبر متاعنا العمر متاعهم من من 6 سنين حتى الـ 8 سناء فهم مع عمال اللي معناها محلولة للناس كل معناها يشاركوا فيها ناس كل فهم عمال اللي هما مربوطة اكثر بدراسات ميدانية ويلجمهم اكثر قوة ووقت واحد معناها موس مفتوحة للجميع الا اللي هو يحب معناه يشاركوا معنا ويطلب مش يشاركوا معنا لو كانت في الجمعية هذية معناها عندك اكثر من 40 سنين تباركال التونسي عنده غرام بالعصافر والمهندوش والله عنده 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 من ناحيتين معناها عنده فهم الغرام متاع اللي فهم تونس يحب يسوفوا الطيور في الطبيعة موسي فهم غرام كبير ياسل لسيطة اللي مع بيت تحب تحط الطيور في القفاصات ومعناها وهذا نحن نحب ونبدلوه بسوية بسوية خطر كما قلت 40 سنين أنا معناها شفت قدامك بس نوع من أنواع متاع طيور انقرض في تونس براسك انقرض اللي هو البومزين اللي هو سردونوري بينشير موسي الامباكت متاع العابد برك فما السنزمو كليماتيك فما البستيسيد بجده آآ أما أما اللي معناها كنن نصل البلان في الأخر نشوفوا الحالة طيو اللي عنا في تونس معناها نوع من الأنواع اللي انقرضت آآ من تونس معناها لخاطر ما نجم ناس نحافظوا عليها بالقدام وخاطر حتى التحشيش وحده ما كانش ناجع للمحافظة لها يلجم يلجم التحشيش ما جاله يلجم تطبيق الخانون ويلجم الردع نذكر نقبل كانت كانت ذكرها في السنة والثمانين الحاشقاس وقتها لأي نحافظة ذكرها ولا لا نحافظة اي طو ما عشراهم للأسف طو أنا أنا باختلاط حتى ما عبرش عبيت في وزارة الفلاحة وزارة البيئة ووسائل اللي عليهم ما أني غني نقصين لمساج وهالحصص والبرامج وحتى الحضور متاعكم بذبين يكون أكثر ويكون أكثر تحسيس خطر العبيد يزمها تكون وعية بالمخاطر هذي خليني نقولك في الثمانينات الحاشقاسم كانت البوبيلاسيون متاعه كانت في تدهور قرابة ستة في المية تدهور كل عام ومش في تونس بارك في العالم الكل معناها وقع حط برنامز في العالم الكل كيف هيا نحاول نوقف وتدهور ونحسن في الوضعية البوبيلاسيون بتاع الحاشقاسم ومن وقتها تحسنت الوضعية أنا ناس كل خدمة مع بعضها ومعناها البوبيلاسيون بتاعه رزعت معناها الى وضع اللي ما عاد شي يستحق اللي معناها بس تلهو به كل عام ولا بس نحكيه عليه ديما ولا نوعيه ولا التعداد متاعه يصير مرة كل سبعة سنين واسناء بس نقومه بالتعداد الفين واربعة وشرين كيتخل يجب بس نقوم وشكون اللي يقوم بالتعداد زمعية وحدها ولا مع الزياد الرسمية زياد الرسمية زمعية اخرين مش يقعد التعداد الوطني للحاشقاسم في تونس يقول تعداد وطني ما عنا نعرف الحاشقاسم للطاير مش لقب خطر عنه الحاشقاسم للطاير وقت يقول تعداد نعرف كل اس وين كل اس قدس فيه فراخ وعلى اي معناها على اي ستركتور على وطون تعظو على منزل على السزر معلومات هذي كل تتلم ومبعديك تبدأ عنا فكرة بالضبط التوزع متاعه في تونس والكمية كقالة جيد ولا قالة تنقص على قبل خلي مش نذكرك بحكاية مكن بكري خطر مش نذكرك بحاجة بعد عام عام ثلاثة وتسعي الوقت يتيجون في اللينات مع دباطن عون في الاحية بشينا رحلة بشوف العصافر في الهواري وكنت انت القايد متاح استدعائك وقت استدعينيك نسيت انت يظهرك استدعينيك وانت وقت قاد تحكينا على العصافر وكن حبي تنسلك علش ذكرتك بهذي الغرام متاعك من وقت اش بدا ووين ماشي به والله الغرام بدا الحقيقة من الثمانينات من قبل ما نعرف الجماعية خطر معناها غرامي بالطيور بدا مع الشباب والعلم موجودة في محمد الخامس كان السنتر بتاع الشباب هذك كنا نخرج لللاك دي تينيس نشوف الطيور حرفت على الجماعية دخلت في الجماعية ومن وقتها وانا معناها الغرام مواصل الغرام مواصل الغرام مواصل وغرمت برشا عبيد اخوية والله ضهلي ضهلي حتى ينيس نحكي على احبي اليوم الطيور في الطيور في تونس موجودين وسيختوا حكينا على الجربة نحكي هوني على اللي برشا سوى من تونس ولا حتى خارج يجيوا ويلوجوا عليهم حاجة مهمة زي دا فما نوع عم تعطي اللي متواجدة في تونس واللي معناها معتبرة مهمة في العالم اللي معناها نجم عباد يجيوا من اخر الدنيا مشي يشفوها في تونس فما نوع عم تعال على سبيل المثال بط اللي اسموه هو بط ابيض الرأس اللي غزمتي غتت بلانس اللي في السيزوم يعان انا كل عام كيفاريما بين ثمانيمائة والفين اللي هي براتيكمان تاع الافريك دي نور معناها كل الفين في تونس معناها الكل مبريسك في تونس واللي قليل ويني تنجم تسوفو في مكن اخرين معناها حتى تلقاها بكميات ضائلة جدا معناها تلقى خمسة ستة تسمى فرحة احنا في تونس معناها ونا المشاهدة الطيور تنزم تكون معناها مورد رزق خاصة السياحة سياحة السياحة السياحة البيئية وفى العالم معناها برصا اماكن في العالم معناها قاعدين يدخلوا فلوس البلد البلدين اخطر معناها يستعملوا في الابوس متاع السياحة البيئية ومتاع الطيور خليني نجيد حاجة ما نحب نحب نقوللها قبل ما ننسيها خطر مربوطة بسباراك جدا. اه. اه. مازلنا كيكملنا. اه انت حكيت عالماناتق الرطبة. بركة الله فيك. وعليوم العالمي الماناتق الرطبة. واللي احنا احتفلنا به جدا البارح اما في اه لدو في في اله في مع اه في يوم ديسكيسيون عالماناتق الرطبة في اه في تونس. خنقص عليك سمحنا انا جدا كن احتفال بيه كان اه سيد وزير الفلاحة سيد وزيرة البيع. في شكل. سجديرة شكلي. شكلي كن يتراها في اللاكة. كان دعوة قبل يقول وراك في شكلي عبد عبو ينفيوه. يزلو غادي شكي. محمية مهمة برشا. اه. وقاعة على المناها. العليش هما هالليام هدوما. بشيقة التحسيس بالموضوع بصفة حالة. بتفضل. هاي ستروف سيبيان اللي على الاقل اه معناها يعيو دوز افن مو على حكاية لازورني دي زوني ميت. اه. 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 كنا نحكي اليوم اللي عملتو في. ساركنا فيه وعملتو سيدي سيونس. اه. حبيت نربط بال 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 بالفورماسيون اللي عملناها. اه. متاع عشر عشر ايام اه فورماسيون. تدريب. لبلدان اه الشمال افريقيا. اه. اللي اه. اه. للتعرف على الطيور المائية. والتعرف على الطرق العلمية للتعداد متاحها. هذي صار من اه. من واحد وعشرين حتى واحد وثلاثين زونفي. اه. بالمشاركة متاع سباراك. هي اللي شاهمت في الجبان اله. الاخوة من اه. من البلدان سمال افريقيا. البلدان الكل شار من مصر حتى المغرب. كلهم شاهموا في الفورماسيون هذي. وانظنوا اللي قاعدين قاعدين نكونوا اكثر في اه. في اه. في شمال افريقيا. وفي الريزو هذي متاع متابعت الطيور المائية والدرافة بتاعها. خلي كلمة aside عندي summer الناس هنا جمهية يزيد ويخضوا عليكم اكثر معلومات علي الغيزو السويسيو. مورد عندكم موقع زي تكي في معلومات. بالضبط. عنا انا الافيسبوك اكثر من الافيسبوك بالماتعنا ourp Verfügung. اه فيسبوك او. اه تقاو في هالمعلومات كل عالجمعية. وآآ ومعناها نساء الله نساء الله نساء الله نوصل الناس كل ما بعضنا نحافظوا على الطيور ونشكروكم على الا الاستضافة. شكرا جدا. ونساء الله نقلو اكثر باتصال بسنا نعرف برامزنا معكم اكثر. يعطيكم الصحة ومرحبا بيكم في وقت وقدموا البرامج لكل بتاعكم هال الاختصاصات الكبيرة يعني عندكم مهنة نسميها في المتعلقة بالطيور. آآ نشكروك مرة اخرى سي شام زفزيف. آآ جمعية احبية طيور. نوصل كذلك سيانيس زروق آآ منسق برنامج برنامج التنوع البيولوجي في سباراك آآ لي كان معنا حكيانا على سباراك وحكيانا على الدورة الثالثة المنطقة حول ايكولوجيا والمحافظة على الطيور البحرية والساحلية في المتبسط واللي بيش تحتضنها جربة في الاسبوع القادم. تونس آآ آآ منطقة آآ ما نتحتضن تظاهرات كبيرة اليوم نعرفو اللي بديل سنكين فوروم آآ من تيرانيان دولو. ان شاء الله نوصلو هاكا في الا استقطاب هالتظاهرات الكبيرة في تعريف التونس وفي كذلك تعريف الكفاءات متاعنا. ان شاء الله. اسقاعد يقوم به البحث العلمي والتنمية وغيرهم في المجالات آآ هذي الكل. ان شاء الله. واحنا ما ندورنا كيف كيف انو ديما نحكيو على المواضيع اذو ما خاطر مواضيع يهمو التونس الكل. شكرا لكم مرة اخرى لكل. آآ ضيوفنا شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. كل فريق اللي كان موجود معنا اليوم على يا باشا وسيرين حتيت في الاخراج. ادم دب ومحمد الاحمر في الاخراج الرقمي. كنت معكم هنا عزيز باشتير زي كوتا مراد الكم شكرا لكم إلى اللقاء